عموما خل الروح حق اول تغرير بس قبل اول تغرير هي مناشدة بشكل سريع احنا حاولنا الاتصال ببطلنا في قفز الزانة اللاعب في هذا المرشادي اللي متواجد حاليا في اوكرانيا وحتى هذه اللحظة اللاعب او البطل يعني خنقول الكويتي على اقل خل الرياضة على صوب كرياضي كويتي عالق في اوكرانيا حتى هذه اللحظة مو عارف شون يرجع الكويت انا ما ادري هل تواضع يعني شنو وضع الاخوان في سفارة الكويت في اوكرانيا هل ساعدوه هل وصلوه له يعني حسب اللي عرفت انه بينتقل الآن من كييف بيروح مدينة آمنة شوية حتى ينتقل الى دولة اخرى وحسب اللي عرفت انه ما لقى وسيلة نقل يروح فيها الكلمة خايف يعني شيء محزن صراحة اليوم انه نشوف كويتي عالق في اوكرانيا ما في احد يعني يهب لمساعدته لمساندته للوقوف معاه يعني انا اتكلم وين وين الرياضيين عن هذا الموضوع خل يعني اتكلم على مستوى وزارة الخارجية هذا هذا كويتي يا جماعة يعني هذا المفروض اسو المستحيل عشان ارجع الولد يعني يعني التخيل امريكي موجود في اوكرانيا تايش يصير يمكن يسوون حرب عشان يطلعون ولدهم ويمونه مشكلة انه انا انا ما ثبت على الفيديو مش انه يقول جوازه مموجود ضايع ما ادري والله انا ما ادني شنو الموضوع انا اللي اعرف انه يعني اطلبوا مني الاخوان مناشدة المسؤولين لحل هذا الموضوع وخاصة انه ورياضي قلت يبا حتى لو مرياضي دام يعني يقول ديرتنا وكويتي والله حاولنا اتصال فيه لخط مراضي يشفق يعني المشكلة هذا حاول ادش عليه في تويتر والله ما ادني شوف يعني هي الله يعين ان شاء الله والله يرد بالسلام ان شاء الله الوضع صعب صراحة يعني هم المفروض يعني واعتقد انه وزارة الخارجية خاطب وتناشدة اي كويتي في اوكرانيا انه يتواصل مع السفارة يوم قبل لا تبتدي الازمة هم عارفين يعني ان الوضع الان خلص صعب يعني بعد هال يعني اللي قاع نشوفه من القصف وهذا يصعب على اي جهة مثلا دبلوماسية انها هي تأمن مواطنيها شي صعب صراحة نعم اللي قاع نشوفه بالاخبار يعني اوه صراحة الخطأ ممكن يكون خطأة انه ما تلاحق على نفسه اوهو اقرب منه اوهو بقلب الحدث اوه وقع يقرأ التقارير وهو رجل يعني متعلم يعني عارف انه هذا وقت القارجية لا لا شوف غالبية بالوقات السلمية غالبية الدول هذا وقتك الخير فتك انت غالبية الدول عبر سفاراتها ناشدت مواطنينها كلهم يعني انه توخوا الحذر انا ما ادري شنو الوف بعد ما طاح الفاس بالرأس صعبة صراحة انا اقولك يا الله الله يرد اس شاء الله بالسلامة يا رب وانا اتوقع ان وزارة خارجية ما اعتقد انها راح تقصر عليه ولكن الوضع جدا 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 صعب يعني خصوصا في هذه المطقة انا باكرانيا رايح لا يمكن سنة 2012 وحصلت لي مشكلة يعني كنت معي احمد عبدالسلام يومها ويعني ما اعتقد ما كان فيها سفير يعني سفارتنا كان فيها قنصل وما قصر يعني محمد الحامد صراحة رجل محترم وساعدنا يعني لما فيه الكفاري وعطاننا يعني ورقة عدم تعرض لان هناك البلد صراحة يعني اهمة يعني يعني ايه يعني اذا شافه واحد شوية مو بنفس بشرتهم وشي دائما يوقفون ودائما طيب يعني هذا فاحنا عموما احنا اعتبرنا ان شاء الله على نفسنا يعني واخذنا ورقة عدم تعرض يعني وحتى خلال لنا سيارة السفارة الكويتية بامرتنا لمدة اربعة ايام ما قصر صراحة ويانا طبعا احنا كنا ايام ايام سلم يعني عرفت شون نعم الله يرد بساعة لكن ان شاء الله كل ما بنقول احنا ان شاء الله بالنهاية انه يرد ديرته سالم يعني امانة شي هذا الامر يعني يقلق نحن ككويتيين او كيعني من ناحية الانسانية اصلا هذا الشخص ان شاء الله انتمنى ان شاء الله يا رب الى ديرته وتكون امور كلها طيبة يا رب ان شاء الله هي مناشدة اخيرة يعني الرياضيين يعني المفروض وكفة من الرياضيين اليوم هذا الرياضي اتمنى توقفوا معاه في وضع مؤسف يعني ايضا الشيء بالشيء يذكر في خبر في خبر يقول لك القابس طبعا نعم اه تول حين عاجل مصدر دبلوماسي للقابس للقابس المواطن فهد المرشاد عادل نعم العالق في اوكرينيا على مشارف الوصول الى رومانيا حاليا نعم تم التواصل معه وتقديم المساعدة لتسهيل عودتها الى البلاد تسليم ايضا اه الطالب البدون عبدالله مياح وثيقة السفر في بخارست هذا الخبر تول يزاهم الله خير ونتمنى ان شاء الله عودتهم سريع